الفصل الحادي عشر شعب مصر والعدوان الثلاثي أولا نقرأ معنى أبناء هذه الفقرة أممت مصر شركة قناة السويس فكان ذلك حدثا عظيما ما معنى تأميم قناة السويس وكيف كان حدثا عظيما في مصر والغرب الإجابة معنى تأميم قناة السويس هو تحويلها من ملكية الأجانب لها إلى ملكية الأمة المصرية وكان ذلك الحدث عيدا مجيدا فقد عمت البهجة في كل مكان وانتشرت الفرحة في أرجاء البلاد أما في الغرب يا أبنائي فكان الحال على نقيض ذلك حيث خيم الحزن على كل الوجوه واجتمع الساسة في أوروبة للتآمر على مصر حتى يتم لها إعادة القناة وقامت كل من فرنسا وبريطانيا وإسرائيل عدوان ثلاثي على مصر ثانيا وقدر الأعداء للغزو ستة أيام يقبضون بعدها على زمام الأمور هات مرادف زمام وجمعها الإجابة مرادف زمام مقود والمقصود منه قيادة الأمور أما جمع زمام فهو أزمة ثالثا ما السر الذي جرى في دمي كل من الشاويش محمد وجلال الدسوق وجواد حسني السر الذي جرى في دماء وعقول هؤلاء الأبطال المكافحين من أبناء الشعب المصري هو سر البقاء والخلود ذلك السر الذي تحدث عنه المؤرخ الكبير مسبير في أكثر من موضع من كتاباته عن الشعب المصري العريق والآن يا أبناء نحن بحاجة إلى ذكر بطولة واحدة من هذه البطولات الرائعة التي حفلت بها مدينة برصعيد في كفاحها ضد العدوان الثلاثي الغشوم ولنقرأ معا هذا السؤال وضح الدور الذي قام به الشاويش محمد في صد العدوان الثلاثي على مصر يمكننا أن نجمل الإجابة يا أبنائي في عدة نقاط الشاويش محمد فلاح مصري صعيدي المنشأ كان هذا البطل في إجازة بين أهله حين وقع العدوان الثلاثي تقطع إجازته وذهب مسرعا إلى فصيلته في قطاع فلسطين وحين وصل إلى الموقع كان جنوده في انتظاره وانتظار تعليماته عاشت التبة 183 تحت وابل من تلقات الرصاص والمنشورات اليهودية التي تطالب الشاويش محمدا وجنوده بالتسليم كل ذلك يا أبنائي دول أن تهتز شعرة واحدة في رأس جنودنا الأبطال وجاءت أول بشائر النصر حينة حلقت فوقهم قاذفة قنابل واقتربت منهم فأطلق عليها الجندي صالح وهو أحد رجال الشاويش محمد قذيفة فأسقطها وهتف الجنود جميعا الله أكبر لاحت من بعيد مصفحات العدو التي اشتبكت مع القوة المصرية في تلك التبة لأكثر من ساعتين ثم انسحب العدو تاركا جرحاه ومصفحاته وبذلك عاش الشاويش محمد مع جنوده ليلة حالكة السواد حتى الصباح فلم تكف المدفعية لحظة واحدة عن ضرب جنودنا الأبطال وتكررت معارك أخرى طيلة الليل لم تنتهي إلا في السابعة صباحا ليعلن ضوء الشمس عن خسائر العدو وأخذ الشاويش محمد يا أبناء يحصي الخسائر ويطمئن على أولاده ورجاله المصريين الأبطال وكانت المعجزة لم يخسر الشاويش رجلا واحدا من رجاله أما خسائر اليهود فهي 12 مصفحة ومئة قتيل وقد علم قائد الجيش بقصة الشاويش محمد في حينها فأمر بترقيته إلى رتبة ملازم ثان تلك يا أبناء كانت قصة بطل من أبطال مصر الأبية مصر التي تعرف كيف تصنع الرجال خامسا ضع علامة صواب أو خطأ أمام العبارات الآتية مع التصويب لما تراه خطأ ألف عثر الشاويش محمد على سيارة ذاهبة إلى القصيمة العبارة صحيحة باء وضع الإنجليز راية على مكتب البرق لتتوهم المقاومة الشعبية أن فتيات المكتب قد استسلمنا العبارة صحيحة جيم كان الجندي جلال الدسوقي والجندي علي صالح ضابطين من ضباط المشاه العبارة خاطئة والصواب أنهما كان من ضباط البحرية وقصة هذين الضابطين يا أبنائي أنهما خرج في زوارق بحرية صغيرة إلى بحيرة البرولوس حيث كانت توجد سفن العدو واختار جلال الدسوق أقواها بطشا وأكثرها رجالا وهي طرادة فرنسية كانت تفخر بها فرنسا وتعدها من خير ما تملك من قطع بحرية وسدد نحوها جلال تربيدا من زورقه الصغير حتى أسكنها إلى الأبد في أعماق البحر وهم في طريق العودة نال الضابط البحري علي صالح نفس الشرف ودمر ترادة فرنسية أخرى من خلال زورقه الصغير في بطولة يا أبنائي تذهل العالم كله وتصيبه بالحيرة والانبهاد تال نال كل من الضابطين جلال الدسوق وعلي صالح أعلى وسام على وجه الأرض العبارة صحيحة فقد تصدى لهما سرب من طائرات العدو يبلغ اثنتي عشرة طائرة وأخذت تلك الطائرات تدك الزورقين بقنابلها دكا حتى نال أعلى شهادة على وجه الأرض وهي الشهادة في سبيل الله ها سأضرب مصر بلا هوادة ولا شفقة قائل العبارة هو أحد الطيارين من جيوش الأعداء العبارة خاطئة والصواب أن قائل هذه العبارة هو كتلي وكتلي هذا يا أبنائي هو قائد القوات البريطانية والفرنسية والإسرائيلية في العدوان الثلاثي على مصر واو كان جواد حسني طالبا في كلية الحقوق العبارة صحيحة وقد ظل هذا البطل وحده يضرب العدو طيلة الليل بنيرانه حتى ظنوه فرقة كاملة وفي نهاية الأمر لقي هذا البطل الشهادة في سبيل الله